تصريحات جديدة من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو بشأن تركيا وهذه المرة بنبرة غير مسبوقة ماكرو أكد أنه وضع خطوطا حمراء أمام تركيا في شرق المتوسط مضيفا أن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال تصريحات الرئيس الفرنسي كشف فيها أيضا عن ضغوط جديدة من باريس لفرض عقوبات جديدة على تركيا على مستوى الاتحاد الأوروبي هذه التطورات تأتي في وقت أكدت فيه تركيا أنها ماضية في عمليات التنقيب فيما تتصاعد حدة التوتر مع اليونان بسبب الخلاف على موارد النفط والغاز في شرقي المتوسط ومع هذه الضغوط يبقى تساؤل حول إمكانية تراجع أنقرة تحت الضغط الأوروبي فإذا نرحب بضيفي في هذا الحوار من باريس أستاذ الفلسفة السياسية دكتور رامي خليفة العلي وضيفي من أسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد إسماعيل كايا أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ منك ضيفي من باريس دكتور رامي طبعا تابعنا هذه التصريحات من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون التي تحدث فيها بلهجة صارمة ربما في واحدة من المرات القليلة أيضا تحدث عن خطوط حمراء وضعها لتركيا الشرقية المتوسط ما الذي نفهمه من هذه التصريحات من الرئيس الفرنسي في هذا التوقيت وما الذي نتوقعه من هذه اللهجة الصارمة أهلا بك تحية لك ولضيفك ولمشاهديك الكرام باعتقادي بأن فرنسا كانت تأمل بأن الرسائل التي تم إرسالها خلال الفترة الماضية سواء من الناحية الدبلوماسية أو من الناحية العسكرية قد وصلت إلى أنقرة ولكن التصريحات الأخيرة للرئيس التركي وكذلك الأفعال التي تتكرس على أرض الواقع في مياه المتنازع عليها الحقيقة لا تشير إلى ذلك كما تعلمين فإن فرنسا شاركت بالمناورات العسكرية مع الجيش اليوناني وكذلك شاركت قبرص وإيطاليا وبالتالي كانت هذه رسالة إلى الجانب التركي بأن أوروبا يمكن أن تذهب بعيدا في الدفاع عن مصالحها ما بين قوسين وبالطبع تقصد المصالح اليونانية على وجه التحديد وبأن أوروبا لن تسمح بتغيير الموازين الاستراتيجية في هذه المنطقة الحساسة ولكن تركيا بدت خلال الفترة الماضية بأنها ماضية في تحدي الإرادة الدولية من جهة وتحدي الإرادة الأوروبية وتجاوز القوانين التي يعتقد الأوروبيون بأنها تنطبق وبشدة على النزاع القائم حاليا سواء قانون أعالي البحار أو تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها ما بين الطرفين سواء بعد الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية وبالتالي سواء فيما يتعلق بالملف الليبي من جهة أو فيما يتعلق بتقاسم الثروات الشرق المتوسط فإن السياسة التركية باتت تثير قلقا شديدا لدى الجانب الفرنسي وطبعا لدى الدول الأوروبية الأخرى وهناك سياسة متدرجة إذا شئتي في ردة الفعل الأوروبية الآن يتم الحديث عن عقوبات يمكن أن تفرط خلال الفترة القادمة وسأتحدث عن هذه العقوبات لحقا بقي مطروحا على الطاولة كمساندة للجيش اليوناني نعم دكتور رامي طيب سأتحول إلى ضيفي سيد إسماعيل من أسطنبول سيد إسماعيل كيف قرأتم هذه التصريحات من الرئيس الفرنسي؟ هي لهجة غير مسبوقة بالفعل وخطوط حمراء وضعها لتركيا هل ستلتزم بها تركيا؟ هل تقبل بها؟ لا ماكرون يتحدث أبعد من ذلك يتحدث أنه نجح في وضع خطوط حمراء أمام تركيا وهو يبيع الواهم في هذا الإطار ويحاول تحقيق انتصار وهمي عمليا على الأرض لم يتغير أي شيء وماكرون الذي يعتقد أنه بإرسال طائرتين وسفينتين حربيتين إلى اليونان يمكن أن يردع تركيا هو واهم على الإطلاق على الأرض لم يتغير شيء سفن التنقيب التركية تواصل عملها بشكل كامل وفي المناطق التي تعمل بها في شرق البحر المتوسط والمناطق التي أعلنت فيها انذارا بحريا والقوات الحربية التركية تواصل حمايتها هناك ورأينا أمس كينف أنها منعت ست مقاتلات حربية يونانية من الدخول لهذه المناطق وبالتالي النتيجة أن ماكرون يتحدث عن أنه نجح بالفعل في ردع تركيا كما يقول أو وضع خطوط حمراء أمام تركيا ولكن ألا تستطيع فرنسا القيام بذلك؟ على الإطلاق لا تستطيع تركيا لأنها مصممة هناك إجماع شعبي وحزبي ورسمي من كل المستويات وكل التوجهات السياسية الأمر يتعلق بأمن تركيا حقوقها الأساسية وبحارها الأساسية في شرق البحر المتوسط وبالتالي الحديث عن أنه يمكن ردع تركيا بعقوبات اقتصادية أو سفينتان حربيتان أو بعض الطائرات التي يتم إرسالهم من بعض الدول من هنا أو ما هناك هو حالة وهمية لا يمكن أن تنطبق على الأرض على الإطلاق تركيا موجودة بقوة في شرق البحر المتوسط وهي تواصل عمليات التنقيب وحماية هذه السفن ولن تتراجع على الإطلاق أمام هذه التهديدات إلا إذا كان هناك حوار حقيقي بدون أي شروط مسبقة لمحاولة التواصل إلى حدث تركيا ترجح الحل السياسي وترجح الدخول إلى طاولة المفادات ولكن في التهديد العسكري أو محاولة اقتصاب حقوقها في شرق المتوسط لن تتراجع قيدة أمامة عن ذلك دكتور رامي كما نرى وكما نتابع من تصريحات الرئيس الفرنسي ومن التحركات الفرنسية مؤخرا أن فرنسا قد تكون تسبق باقي دول أوروبا بخطوتين ثلاثة ربما باستثناء قبرص واليونان في مسألة التصعيد تجاه تركيا هل يمكن لفرنسا أن تذهب منفردة بقرار ما بمواجهة ما ضد تركيا دون العودة إلى الشركة الأوروبي؟ يصعب تصور ذلك ربما في بعض المناطق نعم دعنا نقل في ليبيا على سبيل المثال هناك إجراءات فرنسية ربما هي منفردة أو أتت في خارج سياق الاتحاد الأوروبي لكن في منطقة شرق المتوسط لأن المسألة متعلقة بالاتحاد الأوروبي ككل صحيح أن هناك موقف مختلف ومتباين من حيث التصريحات ولكن عمليا لا يمكن القول بأن فرنسا لديها سياسة مختلفة عن السياسة الألمانية على سبيل المثال أو عن الدول الأوروبية الأخرى حتى بالمناسبة الخلافات التي كانت سائدة ما بين إيطاليا وفرنسا فيما يتعلق بالملف الليبي تم تجاوزها فيما يتعلق بمساندة اليونان وبالتالي هناك على مستوى الدول الأوروبية إجماع على مساندة اليونان في مواجهة الجانب التركي ولكن هناك اختلاف في آلية تلك المساعدة على الصعيد الألماني على سبيل المثال فإن وزير الخارجية قام بزيارات مكوكية إلى كل من أنقرة وأثناء وحاول القيام بدور الوساطة ما بين الطرفين الجانب الفرنسي يأخذ الطرف الأكثر تشددا في هذه المسألة طبعا المسألة ليست فقط قطع عسكرية بحرية أو بعض القطع من الجيش الفرنسي ولكن الأمر يتجاوز ذلك بكثير من أن هناك استراتيجية متكاملة تسعى فرنسا إلى بنائها على مستوى الاتحاد الأوروبي تبدأ بالعقوبات ولكنها ليس هناك سقف لمساندة اليونان طبعا الحقيقة المراقبين سواء الفرنسيين أو الأوروبيين بشكل عام يستبعدون حتى الآن الخيار العسكري دون أن يعني ذلك استبعاده بشكل مطلق لأن الأخطاء قد تحدث وبالتالي حالة الصدام يمكن أن تحدث ويمكن أن تؤدي إلى اندلاع صراع عسكري في نهاية المطاف ولكن وفقا للمعطيات الموجودة على الأرض ليس بالمصلحة التركية بالرغم من ذلك الحقيقة التصعيد الكلامي الذي يمارسه أردوغان ويمارسه الحقيقة أساس الأتراك ولكن ذلك لا يعكس حقيقة الموقف لأن تركيا أعطت رسائل إلى كافة الأطراف من الأطراف الأوروبية أنها مستعدة للجلس على طاولة المفاوضة ولكن المشكلة الأساسية هو في الخلاف حول أسس التفاوض التي يمكن أن تجري ما بين الطرفين طبعا التركية تقول بأنه يجب التفاوض بدون أي شروط مسبقة وبدون الاعتماد على أي مرجعية بينما جانب الأوروبي يرى أن قانون أعالي البحار من جهة والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ما بين اليونان وتركيا خلال العقود الماضية هي الأساس وهي المرجعية التي سوف يتم البناء عليها وبالتالي الحقيقة هناك مستوى معين من التوتر حتى الآن موجود وأوروبا تريد أن تستوعب أنقرة الرسائل الأوروبية حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة خطيرة تصبح خالي السيطرة فقط دعني أذهب إلى سيد إسماعيل سيد إسماعيل من هذه النقطة عندما نتحدث عن الدور الألماني لأن ألمانيا لعبت دور وساطة في الفترة الماضية وأرادت أن تبدو كأنها محايدة يعني بشكل يعني إلى حد ما بين الطرفين اليونان وقبروس من ناحية وتركيا من ناحية أخرى هي طلبت طلب واحد يعني ألمانيا طلبت وقف المناورات فقط لكي نجلس على طاولة المفاوضات دون ضغط من أي طرف فإذا بنا نجد أن تركيا تعلن اليوم تمديد مناورات لمدة أسبوعين في شرقية المتوسط لماذا تتجاهل تركيا الجهود الألمانية لتهدئة الأمور بينها وبين اليونان لنعود للخلف قليلا فقط عدة أسابيع ونسرد ماذا حدث بسرعة ما حدث أن ألمانيا طلبت التوسط عندما أعلنت تركيا نيتها إرسال سفينة أوروتش رئيس للتنقيم في شرق البحر المتوسط اتصلت المستشار الألماني أنجيلا ميركل ولعبت دور الوسيط وطلبت من تركيا أن توقف هذه المهمة لحين التوصل إلى تفاهم معين مع اليونان والجلس على طاولة المفاوضات وبالفعل أعلنت تركيا رسميا تأجيل هذه المهمة وقبيل يوم واحد فقط من موعد البدء المفاوضات الثنائية بين تركيا واليونان لبحث وتخفيض التوتر في شرق المحر المتوسط وقعت اليونان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر وانتهكت كل ذلك وكون هذه المناطق كان جزء كبير منها يقع في مناطق الجرف القاري التركي والمناطق المتنازع عليها وبالتالي من خرق الهدنة الألمانية ومن انسحب وهذا أيضا ولد رد فعل غضب من ألمانيا وكانت هناك تصريحات لا متى اليونان على ذلك اليوم هناك جهود ألمانية جديدة تركيا تتجاوب مع هذه الجهود وصل وزير الخارجي الألمان لأنقرة تركيا تتجاوب مع هذه الجهود بشكل كامل ولكن لا تريد أي شروط ولكن هي لن تأخذ خطوة إلى الخلف مقابل أن تستمر اليونان في خطواتها تركيا ليست في موقف الضعيف وليست في موقف من يخشى التلويح ببعض العقوبات الاقتصادية الوهمية أو بعض السفن الحربية التي تتجول هنا وهناك تركيا اليوم لديها شرط واضح لنجلس إلى طاولة المفاوضات بدون شروط اليونان تريد وضع شروط أو وضع أسس مختلفة لهذا الأمر كما ذكر ضيفكم من باريس أو تريد أن تعتقد أن رصولها على دعهم وهمي من الاتحاد الأوروبي قامت بتوقيعها اليونان استنادا إلى مياهية الإقليمية واستنادا إلى تفاهماتها مع الدول الأخرى ذات السيادة إيطاليا من ناحية ومصر من ناحية أخرى هل هذه شروط هل تسميها شروط عندما نجلس ونبني عالم وصلنا إليه في هذه الاتفاقيات؟ ما المانا؟ تمام من المهم جدا أن نوضح نقطة في هذا الإطار إذا كمنا نتحدث بالقانون قانون عالي البحار يعني طبق بشكل أساسي على اليابس الأساسي للدول المشكلة اليوم متعلقة بالجزر هذه الجزر جزر متناسرة تريد اليونان من كل جزيرة لا يتجاوز حجمها عدة كيلومترات جرف قاري بحجم 40 أو 50 ضعف على سبيل المثال جزيرة ميز تبعد عن الساحل التركي فقط 2 كيلومتر بينما تبعد عن الساحل اليوناني 580 كيلومتر اليونان تريد لها جرف قاري 400 ألف كيلومتر وبالتالي تريد حصار تركيا بشكل كامل من خلال جزيرة صغيرة هذا القانون لا ينطبق على الجزر وكان هناك للمحكمة الدولية فصلت في العديد القضايا بين الكثير من الدول وكانت تفصل لصالح التقاسم العادل لماذا أنت طالب إذن تركيا بعد ما تم الإعلام عن اكتشافات نفطية واكتشافات للغاز كبيرة ومغرية جدا في البحر المتوسط لماذا ظهرت فجأة هذه المطالبات وهذا الإعلام من قبل تركيا بأن لها حق وفواجر في القاري لها وأن قانون أعالي البحر لا ينطبق على الجزر لماذا الآن؟ الآن لأن ما يحصل هو أبعد من موضوع الغاز والنفط والاكتشافات تركيا لا تقوم بكل هذا التحرك الكبير وتستعد لمواجهة كل هذه القوى التي تقف أمامها من أجل بعض النفط أو غيرها أو بعض الغاز الأمر متعلق بأن هناك تحالف تكتل سياسي معادي يحاول حصار تركيا في سواحلها تركيا أكثر دولة تطل على البحر الأبيض المتوسط هناك تحالف من العديد من الدول دخلت فيه إسرائيل وتأتي فرنسا من بعيد وتأتي العديد من الدول لانضباب إليه في محاول لمحصار تركيا والضغط عليها سياسيا والتركيا لا تسمع من ذلك ومن هنا جاء تعقيد الأزمة في ليبيا وجاء تعقيد الأزمات الأخرى والاتفاقيات التي وقعت مؤخرا في المنطقة أمر لا ينحصر في الغاز فقط وإنما ينحصر في أبعاد سياسية واستراتيجية مهمة لتركيا دكتور رامي ما رأيك فيما يطرح سيد إسماعيل بأن هناك تكتل من الدول في الإقليمية التي تحاصر تركيا وأن هذا هو حقها وهي تطالب به منذ فترة وأنطلق من هذه النقطة إلى مسألة حسم حقية دولتين في مسألة المياه الإقليمية ونزع على مزاعم الجرفة القاري لكل دولة هل هي بهذه الصعوبة أن نتبين حدود كل دولة في مياه المتوسط؟ لماذا لم تحسم حتى الآن؟ برأيك الحقيقة يمكن أن تكون الإجابة في العودة إلى اتفاقية العالي البحار التي تحكم عادة الخلافات في مثل هذه القضية طبعا الاتفاقية تنص على أن لكل دولة الحق بمئتين ميل قبالة سواحيلها كمياه اقتصادية هي حق لها التنقيب فيها هذا من حيث المبدأ طبعا هناك فقرة خاصة فيما يتعلق بالجزر وفيما يتعلق بالشواطئ المتقاربة والمتلاصقة هذه الفقرة تقول بأنه يجب أن يتم التفاوض ما بين الطرفين وأن لا يتخذ أي طرف أي إجراءات أحادية الجانب حتى يتم الفصل بهذه القضية من قبل طرف دولي أو من قبل محكمة دولية وهنا يتحدث عن محاكم خاصة أو محاكم معترف بها من الناحية الدولية المشكلة التي حدثت أن تركيا ماذا فعلت تركيا أقامت بتوقيع اتفاقية مع حكومة السراج وقامت بمحاولة فرض سلطتها وسيادتها على مناطق شاسعة هي تعتبر مياه اقتصادية وفقا لتلك الاتفاقية اتفاقية أعالي البحار خذي على سبيل المثال طبعا الجزر المأهولة تعامل معاملة الدول تركيا وفقا للاتفاق الذي جرى مع حكومة السراج تحكم سيطرتها على مياه جزيرة كريت وهذا الحقيقة مناقض لكل لاتفاق أعالي البحار وهنا الحقيقة كانت المشكلة وبالتالي عندما بدأت تركيا بإجراءات أحادية الجانب فإن الأطراف الأخرى رجأت لمحاولة أخذ رد في دقيقة واحدة لو تسمحي دكتور رامي من سيد إسماعيل لأعود إليك بسؤال أخير في دقيقة واحدة ردك على هذه النقطة سيد إسماعيل هذه الاتفاقية الموقعة مع ليدي ألم تأتي على المياه الإقليمية لجزيرة كريت أتفق مع الدكتور من باريس في الجزء الأول التي يتحدث أن ما يتعلق في الجزر يعود للحوار الثنائي بين الدول والتقاسم العادل اليونار رفضت التقاسم العادل وأرادت وأصرت بتطبيق قانون عالي البحار على الجزر بمعنى أن جزيرة مثل جزيرة ميس في قبالة أنطاليا تريد أن تسلب كل ساحل الألهاد العقلية اليونانية تعني السلب كل شرق البحر المتوسط لصالح اليونان وهو هذا ما ترفض تركيا وبالتالي رجأت تركيا لتوقيع الاتفاق مع ليبيا واليوم هي مصرة ومصرة تماما إما على التفاوض لتقاسم عادل لهذه الحقوق وهذه المناطق وإما أنها ستكون تعمل بشكل أحادي وستواجه كل القوى التي تقف في وجه هناك لأن الأمر كما ذكرت يتجاوز موضوع الغاز والاكتشافات ويصل إلى أمور أبعد تتعلق بالحسار الاستراتيجي الذي تحاول بعض الدول فرضه على تركيا في المنطقة طبقا لدي دقيقتان دكتور رامي ومن ضمن ما تم الحديث عنه على مدار الأيام الماضية بين الشركاء الأوروبيين وجوزيف بوريل وزير خارجية التحاد الأوروبي تحدث عن عقوبات وسمها لأول مرة يعني هو قال أنه سيتم فرض عقوبات على سفن وقال ربما نذهب إلى قطعات كاملة في تركيا يتم فرض عقوبات عليها اليونان رحبت وقالت أنه هدفنا تحقق بهذه العقوبات هل بالفعل ستطبق عقوبات من هذا النوع وهل تساهم في حال حالة الملف برأيك أم تعقده الحقيقة فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية لا يوجد هناك لدى المراقبين وبالنظر إلى تاريخ العقوبات التي فرضت من قبل الاتحاد الأوروبي على أطراف كثيرة لا يوجد أمل بأن ذلك سوف يغير من السياسة التي يتبعها الرئيس التركي رجل طيب أردوغان هناك شعور بأن هناك انفلات في السياسة التركية ليس صحيح أن هناك تكتل إقليمي أو دولي يحاول حصال تركية وإنما تركيا الحقيقة تدخل في مجابهة تقريبا مع الجميع لديها علاقة سيئة مع الدول العربية لديها علاقة سيئة مع الدول الاتحاد الأوروبي تلعب على التناقضات الروسية الأمريكية هناك محاولة لفرض وجود ولفرض رؤية إمبراطورية أحيانا بما تتجاوز الإمكانيات التركية لدى الرئيس التركي رجل طيب أردوغان وبالتالي ذلك الحقيقة ألا بالحقيقة مختلف شعوب ودول المنطقة وبالتالي تركيا في مواجهة مع الجميع طبعا هناك من وجهة النظر الأوروبية هناك أزمة حقيقية في السياسة الخارجية التركية لغل من معالجتها وهذا الحلق ما تسعى إليه الدول الأوروبية عبر العقوبات عبر العقوبات التي فرضت عبر العقوبات التي ستفرض في محاول لإيصال تلك الرسالة لكن إن لم يتغير نمط ونهج السياسة الخارجية التركية باعتقاد أن ذلك سوف يؤدي إلى مشكلات كثيرة شكرا جزيلا لكم من باريس أستاذ الفلسفة السياسية دكتور رمي خليفة العلي ومن اسطنبول الكاتب والبحث السياسي سيد اسماعيل كايا شكرا جزيلا لوجودكم معنا